المعركة ضد فيروس كورونا تدخل سنتها الثانية والفيروس يطور من نفسه بطفرات جديدة تصاحب زيادة حالات الإصابة هذا ما حذرت منه دراسة نشرتها مجلة Wall Street Journal تحدثت فيه عن قضية الطفرات التي يتحور بها كورونا فقد ظهرت أنواع جديدة من الفيروس قادرة على التفشي بشكل أسرع خاصة مع قدرتها على التحور وتغيير تركيبتها الجينية ما أثار مخاوف حول استمرار الفيروس في تطوير طفرات جينية في المستقبل فيما يحاول العالم مكافحته باللقاحات إضافة إلى أن ذلك التجدد الذي يظهر به كورونا دفع العلماء لدق ناقص الخطر بشأن احتمالية ظهوره بصفة جينية تقاوم اللقاحات الحالية ولكن أكثر نسخة مثيرة للقلق من شجرة عائلة فيروس كورونا ليست التي ظهرت في بريطانيا فالطفرة الحديثة تحمل نسخا متحورة ظهرت في جنوب أفريقيا ومؤخرا في البرازيل واليابان وتكمن خطورتها في الاستجابة المناعية أما عن العامل المشترك بين النسختين المتحورتين في كل من إنجلترا والجنوب أفريقيا واليابان فهو تغيير يحدث على شوكة الفيروس وهي نتوء بروتيني يسمح له بدخول الخلايا يشتبه بأنها تجعل هذه النسخة المتحورة أكثر عدوى فالاختبارات أظهرت بأن الطفرة تلك قادرة على خفض قدرة الأجسام المضادة على التعرف على الفيروس وتحييده منتجوا اللقاحات أعلنوا أنهم بصدد المزيد من التجارب لتطوير اللقاحات لتشمل الوقاية من تحورات الفيروس التاجي روان حمزة العربية